بمشاركة ألاف الطلبة الذين واضبوا على مواصلة التعلم لأكونوا خير مثال للفتية المحمدية المباركة احتفت العطبة العباسية المقدسة بتخرج دفعة جديدة من المشاركين بمشروع الدورات القرآنية الصيفية التي نظمها المجموع العلمي للقرآن الكريم التابع لها واستمر لأكثر من شهر ونصف سعيا إلى بناء جيل نواع مثقف بالقرآن الكريم والعترة الطاهرة أردنا العطبة العباسية المقدسة في هذه السيرة المحمودة عبر سنوات عملها أنها تجس بمبضع الطبيب المعالج حينا وبمبضع أو أدات من يستشرف خطورة ما يراد لها وقاية ما لذلك العطبة العباسية هنا تحاول صناعة مصدات آمنة لجيل الناشئ هذا بحمد الله تم اليوم عقد حفل اختتام الدورات القرآنية الصيفية في موسمها الحالي لعام 1444 هجرية الموافق 2023 ميلادية بحيث عقدت هذه السنة الدورات في 12 محافظة من شمال بلدنا الحبيب إلى جنوبه مرورا بالعاصمة الحبيبة وقد بلغ عدد المشتركين من الأطفال والفتيان والشباب أكثر من 54 ألف مشترك في هذه الدورات اليوم تم عقد الحفل المركزي في محافظة كربلاء المقدسة حفل وختام المشروع شهد حضور المتولي الشرعي للعطبة العباسية المقدسة وعددا من مسؤوليها وأولياء أمور الطلبة وكضم فعاليات متعددة ركزت على أهمية ترسيخ ثقافة القرآن الكريم بين فئات المجتمع والأسيما في نفوس الناشئة من طلبة المدارس والعمل على استثمار العطلة الصيفية لهم ولتكون هذه الدفعة مكملة لاستسلة دفعات المشروع الذي أخذ بالاتساع والانتشار